أعصلا مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحقيقة لفيك كيف متعودتوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوحة اليوم مش نحكيه على تصريحات وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي واليؤكد على اعتفاض بالقضية المتلبسة بمليارة ونصف ولأطلق القضاء صراحة هالمدة الأخيرة ورئيس الجمهورية قال لهم كيفاش إنما دخلتش في القضاء لكن هذي جرام كبير برشك مش نتخليوها يتحاوس البارد داكور إنما دخلتش في القضاء لكن القاضي اللي سيبه بش تعمل مسؤولية بش يجري جيبه دك في الحبس القاضي في بللي اللي هو كبش يصلح ليس ينتطلعت بي وبين أكد وكيل الجمهورية برقطب القضاء الاقتصادي والمالي مساء يوم الاثنين تلاث وعشرين أو تلفين وعشرين أن نياب العمومي برقطب القضاء الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بالقضية التي تم ضبطها بولاية المنسير بحاوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية وأشهر بلاغ صدر عن وكيل الجمهورية برقطب القضاء المالي نشرته وكالة تونس إفريقي للأنباء إلى أن الأبحاث لا تزال جارية للتعارف على بقية المضنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع أفرحوا بهتا وتقول لكم مشكون وأبرز البلاغ أن قرار الاحتفاظ جاء تبعا لتعاهد من نياب العمومية برقطب القضاء الاقتصادي والمالي بالبحث ببناء على قرار كتابي صدر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استناد إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمونستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير شرعية مش كان عملة أجنبية حتى العملة التونسية ومبالغ طائلة وهو المبلغ كيف كيف تنجب جذر به في السيارة متاعك من أين لك هذا لازم تثبت الساعة من أين لك هذا فيما بعد إذا كنت تنظيفها وفليساتك تتخرج ويرجعوا لك غير قانونية ومسك عملة تونسية من جهولة المصدر وغسل الأموال وبعد الاتلاع على الأعمال المجراتة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية يذكر أن فرقة الحراسة والتفتيش الديواني بالمونستير أوقفت يوم حديث أود الحالي على مستوى الطريقة السريع الرابطة بين الجم وصفيق السيارة خفيفة تقودها قاضية وحجزت على متنها مبلغ مالي من العملة الأجنبية بقدر 438 ألف أورو إلى جنوب 36 ألف دينار تونسية أي ما يقارب مليون وخانسة مئة دينار وكان مجلس القضاء العادية قد قرر إيقاف القضية حن العمل ورفع الحصان عنها وأثارت القضية جداً واسعة وكان إبقاؤها في حالة صراحة مع حل انتقادات من رئيس الجمهورية قيسة سعيد ونقلة عن القاضية لأنها اعترفت أولية تجديد على أنها قبلت بنقل الأموال على وجه الفضل لا تنسي واشتراك وتفعيل الجرس وإن شاء الله الفضل يقف معك ولسي الفضل باي باي